اشتركوا في القناة خاصة الحسن وطغان فيزولا وكذلك العصفور مفتاح الاخوان الانتاج وضمان الانتاجية في السنة هو مرور الطيور دينا اللي غننتجو بها من مرحلة غيار ريش ومرحلة ديال الراحة ما يكونش فيها مشاكل وامراض هاد الشي علاش جل مربيين كيديرو في المرحلة ديال الراحة لتفايا ديال مشاكل في مرحلة الانتاج جل الطيور كتعاني مثلا في هاد المرحلة دي وخاصة من اللي كي يكون موجات ديال البرد في هاد وقيتها ديال السنة هناك كوكسيديا هناك ميجاباكتيريا هناك العرق الازرق العزم هاد المشاكل كلها يقدر نقدر انا كمو ربين نتغلب عليها الخطوات كتكون اه متسلسلة باش ملقاوش هاد المشاكل بصفة عامة جل اللي يقدروا ركز عليها هي النضافة بالمرتبة الاولى وكذلك تنوي الاكل ونمده الطائر بزاب ديال ديال الفيتامينات فهاد الوقت علاش باش طير كل شي كيعرف لانه الطير في الوقت ديال تيكون البرد كي يبدل مجهود كبير باش يحافظ على الحرارة ديال الجسم دياله بالتالي كيستعلك بزاف ديال ديال الفيتامينات وديال الموارد من الجسم دياله باش يحقق داك اه قابلية الحفاظ على الحرارة دياله في هاد المرحلة ديالي كتكون صعبة على جل الطائر يكفي الانسان انه ويدير يومين من بايكوكس او بايتريل اه وكذلك سلفة في الشهر يعني يومين في الشهر كافية لاننا نحاول المناعة ديال الطير باش تقاوم الامراض اللي يقدر يتحفيها في هذا الوقت من السنة. حاجة اللي مهمة ومهمة بزاف هو ان اي طير بان اللي علامات ديال المرض موعد بحال كوكسيديا او اه الميجا باكتيري خاصة نديرو لي الحجر الصحية اللي باهدوه على الغرفة ديال الطيور نديرو في مكان خاص ونتبعوه هاد دواء اللي يكون متناسب مع المرض ديالو باش نتفاداو انتشار المرض في ليلفاج ديالنا. مش مع الطيور ديالنا تدريجيا يعني بامدادهم فيتامينات وتنوع الاكل اه في هاد المرحلة الصعبة في السنة. وبالتالي كنوصل الوقت ديال الجهيز اللي كنقومو بالتزوير الطيور ديالنا بمحفزات منها طبيعية ومنها فيتامينات اه مثلا كنكتون اس نكتون اه نقدرون نخدموه كذلك بكويكو اه نقدرون نخدمو فيتامينات كيكون اه واحد لغام كتكون متكاملة فيها مجموعة ديالالفيتامينات اللي كتحفز الطيور وكتدمننا انتاج كيكون كامل وما كيكونوش في مشاكيل حال مثلا عدم تخصيب البيض او اه او او ان الانتاج حطها مثلا البيضاء ولا جوج اه كان بزاف ديالالمنتجات اللي كتعاون المربية في هاد في المسائلات دي. في الفيتامينات الطبيعية اللي نقدر نخدموه بها اه نقدر نذكر بالنسبة للحسون البيسون لي نقدر نذكره اه زراعة ديالالحريقة اه هاد هاد المواد الطبيعية اللي كتعاون الطير وكتجازو بالاضافة اللي بحالة كنكملو لقام اه ديالنا اللي كنخدموه بها باش نجازو الطيور ديالنا. نسبة لي كنخدم مع الطيور مع اختلاف الانواع دياله بنفس سيستن تقريبا خاصة الحسون الطاقة وكذلك الفيردي. اه باش اللقاء اه ما يكونش عندي واحد ديكالاج في وقيتها ديال ديال وضع الباية يكون تقريبا نفس الوقت ووقيتها ديال الفاقس نفس الوقت ووقت الاطعام ديال الطيور في نفس الوقت باش ما يكونش عندي واحد ديكالاج. ذاك الشيء لاش كنبدأ في نفس الوقت قريبا في السانة اه ما جميع الطيور كنخدم معه. يعني بالنسبة مع تعالى ان انا نذكر لكم منتوز ديال النكتون اللي كنتستعملوه. خمسة ايام. كنخدموه مع الطيور ديالنا. خمسة ايام. كنديرو جرام من كل اه عبوة يعني الاس وقرام من اه في ميتين وخمسين مليلتر ديال الماء. كنقدموه لطيور ديالنا. يعني اه اه كنقدموه لهم يوميا بشكل يومي وكن بدلو الماء يوميا. خمسة ايام كاملة كنخدموها بالنكتون. من بعد كنجيو كنخدموه ديك اليومي اللي كتبقى اللي بقات من الاسبوع. كنقدرون اعطيو فيها البيسون لي اه وخاصة كان بغير اركز على الوردة ديال ديال ديالبيسون لي اللي ما نعطوه لوراق بزاف. وكان اعطيو الزراعة ديال ديال الحريقة. هاتجوج ديال 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 نباتات مهمة كتكملنا الحلقة ديال ديال تجهيز. ثلاثة الاسابيع كي بدووا يبانو علامات جهوزية على الطيور ديالنا. وبالتالي كن اه كنجاوزو العقفاص بالعنشاش وكنجاوزوهم بالمواد ديال التنشيش. باش اه باش نبداو على بركة الله الانتاج ديال السنة. وجل جل ازواج ما كيكونش ما بيناتهم تقريبا ديال ديال كبير ديال ديال فينح العش ووضع البيض. انا غدنا نصر واحد الفيديو باش اه باش نبين لانه الى بدينا الخدمة مع الطويرات ديالنا في نفس الوقت. وعطيناهم كل شي اللي اللي غيحتاجوه من فيتامينات ومن من من مواد طبيعية. غادي يكون الانتاج في نفس الوقت تقريبا ما غيكونش ديال كبير. وهذا هو هو يعني الخدمة نورمال ملخصة تكون خس يكون تقريبا الانتاج في نفس الوقت باش ملقاوش كيم ما ذكرت الديكالاش في جهيز ديال الباطي ولا ولا مراقبة الصغار ولا يعني تيكون اه انتاج اه في جل ازواج لها ديال نفل البرج. من بعد ان شاء الله غدنا ادروا على كل مرحلة بالخصوصيات ديالا يعني من بعد. مرحلة للحضن ديال البيض الى الفقس الى الفطن ديال ديال الطيور ديال الفراخ ديالنا. اه هيكون لدينا ان شاء الله لقاء مرة اخرى. ونشكر جميل اعضاء ديال المجموعة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاخوان اه بغيت نشعلوا واحد المسألة. اللي هي اه تنويع ديال الاكل. بالنسبة للخلطة ديال ديال الحسون وبالنسبة للطاقة وبالنسبة للفير دي. كندير زوان كاساس يعني كقدر ندير واحد اه المقدار ديال التولوتين ديال الزوان كنزيد عليهم وكنزيد عليهم كذلك واحد شوية ديال 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 زرية الكتان وشوية ديال نيجر غير في الوقاية ديال البرد. من بعد كان تنعني ديال نيجر ما كان مقاش نديرو. سفى المدوامة ديال ديال الخلطة تفاح تقريبا مرة في العشرة ايام ضروري خلطة تفاح اه حيث اه الدور دياله مهم في 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 اه جعل الجهاز العظمي يدير الخدمة ديالو بكل بكل ارياح هي ما يكونوش مشاكل عن الطير في الجهاز العظمي. بالتالي اه كنناخدو كنناخدو خلطة تفاح تقريبا كل عشرة ايام او كل اسبوع با نهار واحد اه را كافي. اخوان ان البلونشيمو اللي كان دير او اه الرابل او الفاكسان اللي كان ديال الطيور اللي تفادي الامراض في في الوقتة ديال 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 اه موجة البرد اللي كتكون هي خفيفة مقارنة بمربيين اخرين علاش باش ما باش نخليو جهاز المناعة ديالو تا هو يكون باش يخدم وما نبقاوش نقاليو الدور ديالو ديالجهاز ديالو في مقاومة المرض. يعني كنخليو فرصة كبيرة ان الجسم ديالو يتعامل مع 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 المرض اه مستقبالة. بانت تكون هاد اه اه رابل اولا اولا البلونشيمو اولا الفاكسان كي ما كان قولولاك تكون شهر اه قبل من من اه الوقيت هذه الانتاج باش ملقوش مشاكل ديال المرض في الوقيتها ديال الانتاج لها تقدر تحبس لنا الانتاج وبالتالي غادي نخسرو موسم ديالنا. ذاك الشي لاش كنديرو هاد اه هاد الخطوة عادي يعني شهر على الاقل اه من موسم الانتاج. دعوك نقول ان البدالة او غيار ريش لداز في ظروف ملائمة. ومرحلة الراحة لداز في ظروف ملائمة. وتعملنا مزيان مع الطيور في الوقيتها يعني ديال ديال تجهيز وديال توجاد را ما غايكونوش مشاكل في الانتاج. اه غادين 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 نحاولو ما امكان ما نبقوش نقلبو السيستام ديال الاكل بالنسبة للطيور على غفلاء ولا ولا نبدو لهم اماكن ديالهم ولا نقصو لهم الاضاءة ولا نزيدو. انا بالنسبة لي كنخدم اضاءة يعني طبيعية مئة في المئة ما كنزيدش الدقاء. اه يعني الانتاج غالبا كيكون في الاخر ديال ديال شهر ثلاثة وبداية ديال شهر ربعة. اه تيكون تقريبا بحال الطبيعة ما كيكونش خشي الاف كبير. اه هاد الشي علاش كان صاح الاخوان انا يخليوا الطيور ديالهم يخدمو يعني اه بصفة طبيعية. اه نعتامدو على الضو اه ديال 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 طبيعة ما نزيدوش لهم ساعة الاضاءة عفوا ونخلوهم خدامين اه نورمال. انتمنى نكون درتش اضافة ولو بسيطة بالنسبة للاخوان وقنشكركم جميعا اعضاء من جموعة الكرام لفرصة اه اخرى ان شاء الله.